في خطوة من شانها أن تشعل مزيدا من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وصلت غواصة أمريكية حاملة للصواريخ الموجهة تعمل بالطاقة الناوية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ست سنوات الغواصة التي تحمل اسم يو اس اس ماتشغان ويبلغ وزنها 18 الف طن راست في قاعدة بحرية في بوسان على بعد 320 كم جنوب شرقي العاصمة سيول وهي تعد من أهم أصول البحرية الأمريكية الجيش الكوري الجنوبي أشار إلى أنه خلال زيارة الغواصة لسيول فإن البحرية الكورية والأمريكية تخططان لإجراء تدريبات عمليات خاصة مشتركة لتعزيد التشغيل المشترك وقدراتهما على القيام بهذه العمليات مثل الاستجابة للتهديدات الكورية الشمالية المتقدمة ويأتي نشر الغواصة الأمريكية تنفيذا لتعاهد الولايات المتحدة بتعزيز الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان واشنطن الصادر عن قيمة إبريل الماضي بين رئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يونسوكيول في واشنطن وكانت كوريا الشمالية قد حذرت من مغبة تنفيذ الولايات المتحدة وعدها بنشر أصول استراتيجية في شبه الجزيرة وهددت بيونج يونج واشنطن من أن أي قطعة أمريكية نوية سواء كانت طائرة أو غواصة تقترب من سواحل بيونج يونج فإنها سوف تواجه مصير الغرق والتدمير ترجمة نانسي قنقر